سنون المخازن أو خطاف المخازن طائر ينتمي لعائلة السنون من رتبة العصوريات طائر شائع حول المسطحات المائية والمناطق الزراعية متواجد بشكل شائع في المناطق الزراعية حيث يبني أعشاشه على المنشأة الزراعية والاستبلات ويتواجد أيضا حول القرى الصغيرة طائر معروف حتى لغير العاملين في مجال مراقبة الطيور لونه أزرق معدني في الجزء العلوي مع غطاء صدري متباين مع لون أبيض تحت الطائر مما يجعله يبدو صغيرا أنيقا كما أن البقع الحمراء في الحلق مع الذيل الطويل يزيدني من أناقة مظهره تتشابه الأنثى مع الذكر ولكن الذيل أخصر قليل الأطوار اليافعة لها ذيل قصير ولون الحلق فيها شاحب يتغدى بشكل أساسي على الحشرات التي يصطادها خلال الطيران فوق الأراضي المفتوحة والمسطحات المائية حيث يشاهد يتزلق قرب سطح الأرض الوزن ستة وعشرون أجرام طول الطائر من ثلاث عشر إلى ستة سنتيمتر وامتداد الجناحين عند الطيران من اثنان وخمسون إلى سبعة وعشرون سنتيمتر والطل مع الذيل يصل من ثلاث إلى واحد وعشرون النداء صيحة على هيئة ويت 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 المخاطر والتهديدات أكثر ما يهدد الطائر استخدام المبدات الحشرية التي تقضي على الفرائس الأساسية له من الحشرات كما أنه يتعرض للتسمم الثانوي وكذلك تدهور الحقول الزراعية يتواجد في مناطق عديدة وسعة وباعيدة من العالم حيث يتواجد في شمال أمريكا وأوروبا وأسيا معظم المجموعات تهاجر جنوبا إلى جنوب أمريكا أفريقيا أو جنوب أسيا على التوالي يقدر أعداده عالميا مئتا مليون فرد وهو من الطيور الشائعة في فلسطين وخاصة في منطقة وادي الأردن أعداد كبيرة منه تدخل فلسطين خلال مواسم الهجرة حيث يتواجد بالآلاف جاثما على نباتات القصب والبوصي يبدأ في بناء أعشاشه في شهر مارس والعش عبارة عن كأس من طين مدعم بمواد نباتية وتتواجد أعشاشه أحيانا في المباني والحضائر وتحت الجسور وبالقرب من الحقول والأراضي المفتوحة يعود الذكر إلى مناطق التكاثر قبل الإناث ويختار موقع العش ثم يتم الإعلان عنه للإناث برحلة طيران دائرية وأغنية يمكن استخدام الريش للإعلان موسم التكاثر متغير في الجزء الجنوبي يكون موسم التكاثر عادة من فبراير أو مارس إلى منتصف سبتمبر كلا الجنسين يدافع عن العش لكن الذكر بشكل خاص عدواني بمجرد إنشائها تبقى الأزواج معا لتتكاثر ولكن تزاوج الأزواج الإضافية أمر شائع مما يجعل هذا النوع متعدد الزوجات وراثيا على الرغم من كونه أحادي الزواج اجتماعيا يقوم الذكور بحراسة الإناث بنشاط لتجنب الوقوع في الفخ قد يستخدم الذكور نداءات إنذار خادعة لتعطيل محاولات الجماع خارج نطاق العلاقات تجاه زملائهم تضع الأنثى من 2 إلى 7 بيضات ولكن عادة ما تكون 4 أو 5 بيضات بيضاء مرقط باللون الأحمر وقد يحتضن الذكر ما يصل إلى 25% من الوقت وفترة الحضانة من 14 إلى 19 يوما يبقى الصغار مع الوالدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر